قصيدة واقعنا الأليم واقع حكمت فيه القلم الأصم فما رأيت إلا ألما قد ألم إذ لهمت ليالين الغزق قحل عين زادها وما عرفت يدي الفم إلى ما الانتظار يا أقر وما الحل أنام وأضحى غم على غم يسائلين عن بلاد قصعة أصبحت للآكلين والأكل دم بلادنا بمكان شكل لها وخروجها ضيق الممر النمنام قلت مفتاحا لها دين أشم قلت مفتاحا لها دين أشم حدد الفروض وعل الهمم ساقها فتحا مبينا للبلاد وحرر العباد من ربق الأمم ولا تسني عن أخلاقهم ولا تسني عن أخلاقهم جحافل شوق ناظراه من فوق الأكم وكم من حبيب تدارك نفسه نسيانها مخوف عليها من العدم ولست بالي مقالة عذل وكيف يضوق الحل من كان فامه العلقام صاحي ألا تخشى فوات عمر صاحي ألا تخشى فوات عمر ويوم على ظهر الرجال مآله الرمم ومنقذ حملته إليك ما قالت يقرأ باسم ربك وانهى الموارد كل علم دعا ققول شراذ من مناط فكرهم دعوة إصلاح دعوة إصلاح وباطنها السم إرهاب أمنى وعيد وتقطيل وتذبيح مع التكبير وهذا هو السم لو الذي سمك السماء ما عرف محمدا لا صهرا ولا نسبا فافهم قم شامخا وسط الرؤوس تفوقها مثل المآذن لمن حولها تعلم لا تنسى ابن سينة وابن النفيس كليهما والزهراوي وابن الهيثم ارتشف عطر الحياة بعلمهم ارتشف عطر الحياة بعلمهم وابن فوق ما بنا سباق العجم قالت قالت وقد فرقت بيننا الجدد عجزت يا هذا عجزت يا هذا فلم أرق بين القمم قلت وقد فاض الدموعي متنهدا ما عساها يدي ما عساها يدي إن لم تسعفها القدم ما عساها يدي إن لم تسعفها القدم وما شبابي جذوة نار تنطفئ إنما جلوس المجد قبل أن يستقم إنما جلوس المجد قبل أن يستقم قالت فما لشعرك شاعثا فيه الركام كلبا من كبر هذا أو سقم قلت هذا وقار يراه صحيح العين وما مثلي إلا كفرس أغر أدهم قالت أنا ذر العز فمن أنت أنا العربي فما أشبعني العلم نهم وشكرا